عايز اطمن كل جماهير النادي الاه اطمنكم بشكل كامل الاهلي مجهز نفسه خلي بالك من كم كلمة اللي انا حولهم لك دول الاهلي قبل فسخ التعاقد مع موسماني بالتراضي كان مجهز نفسه لكل السيناريوهات كل السيناريوهات الاهلي كان مجهز نفسه لها ومرتب حيعمل ايه ودي سمة اساسية داخل النادي الاهلي انا ما بتفاجئش بحاجة انا كنادي لا ما عنديش عنصر المفاجئة ده ما بتفاجئش ما يحبش اتفاجئ الرجل انا عايزه يكمل انا اه عايزه يكمل بس لو في حاجة تانية حصلت عكس الرغبة بتاعتي فانا جاهز لبلان بي للبديل على طول خدت بالك من الكلام فحننتظر الاعلان الرسمي من النادي الاهلي بخصوص جهاز فني جديد لن يقل في كل الاحوال عن الجهاز الفني اللي راحل او عن بالتحديد كمدير فني جديد مش هيقل عن مستر بيتسو مسماني هذا المدرب اللي من وجهة نظرنا عن نفسي يعني مدرب كويس جدا اه فين كسام عليه من عدد كبير جدا من الجماهير لكن هو في الاول في الاخر ده بانجازات كتيرة جدا للنادي الاهلي ده القرار ودي اخر التفاصيل واخر الكواليس وان شاء الله بإذن الله تأكدوا واتمنوا ان القادم افضل بل افضل بكثير للنادي الاهلي بإذن الله تعالى وحنستمر في حصد الالقاب والبطلات لان اسم الاهلي الوحده يكفي واي مدير فني اي مدير فني يتمنى ويحلم بالتواجد داخل النادي الاهلي وان هو يكون يعني مسؤول عن الفريق الاول لكرة القادم من النادي الاهلي اي واحد كده يجي على بالك يتمنى يكون موجود في النادي الاهلي ليه؟ لان الاهلي منظومة كبيرة مرتبة منظمة محترفة وده اهم شيء في احترافية كبيرة جدا جدا داخل منظومة الكرة في النادي الاهلي فطبيعي لما يتعرف ان الاهلي خلاص محتاج مدير فني هتلاقي عدد كبير جدا من سبهات مطروحة على المسؤولين عن الكرة في النادي الاهلي بل كمان قد يكون تم الاستقرار على مختصر لهذه السبهات السبهات خلال الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر